بسم الله. طيب كل الناس الموجودة كل الناس الموجودة ياريت نتأكد ان احنا آآ لغات لانه نهاردة حصة اللي يقول السنوي كله يتأكد ان هو آآ لغات. عشان دي مش حصة آآ للعربي. واللي عند اول سؤال طبعا بيرفع ايده كالعادة. آآ او يكتب سؤاله في الشات وهنقول سؤاله اللي اجابة عليه ان شاء الله. تعال في الاول نشوف المحتاج بتاعت المنهج بتاعتنا. اول حاجة ان احنا في في الاي ايل او الهاي ليفل. عندنا في ايج تا. في ايج تا. في ايج يونت عندنا كالعادة. في عندنا نوتس. في عندنا في في عندنا ايديمز و جرامة. اهم تلات حاجات في كتاب الابستريم او كتاب الاي ال. هي جزئة الفريزال و ال ايديمز و الجرامة. تول اهم تلاتة بتتسيل عليهم اكتر في الامتحانات. لكن طبعا جزئة الفوكابلاري مهمة والنوتس مهمة برضو ان شاء الله. الحاجة التانية اللي عندنا في الكوريكولم بتاعنا حاجة اسمها البوتري. كلكم عارفين طبعا البوتري في كل سنة. آآ في الترمي ده عندنا حاجة اسمها السونات ايتين. طبعا فور ويليام شيكسبير. الكاتب المعروف. الحاجة التالتة اللي عندنا في المنهج هي البلاي. السنة دي انت عندك بلاي. مش عندك ستوري او نوفل. عندك مصرحية. مصرحية اسمها بيج ماليان. طبعا للكاتب المشهور جوج بيرنات شو. يبقى عندنا في المحتاجات المنهج في في السنة ايتين في بيج ماليان. دول الترات حاجات المهمين عندنا في آآ الحس. او في الترمي الاول. طبعا بيج ماليان اكت وان اكت او اكت تري. هتكون ترات آآ مشاهد وموضوع بسيط مش موضوع صعب يعني. بالنسبة طبعا طلاب السفارة الامتحان مش بيجي في بوتري مش بيجي في بيج مالي. لكن. نخد بالك من لكن. لكن احنا هنشرح السنة ايتين بالكامل. وهناخد اسئلة عليها وهنذاكرها. البيج مالي نفس الكلام. هناخد اسئلة عليها برضو وهتذاكرها. عشان كده كده احنا مش بنشرح عشان شوية افتيارات. لأ. انت عارفين ان احنا بحبين المنهج ده نستفيد بيه على قدر الامكان. فالموضوع هيكون استفادة واستفادة قوية جدا في المنهج ده. فالتزم مع بعض بكل جزء بنقوله ونذاكره كويس جدا. طيب عرفت كده محتوى منهج بتاعك. بانت عندك عندك سنة ايتين. وعندك بيج مالي. دي التلات حاجات لنت هتدرسها في بترمدة. تعال كده ما تشوف مثال ليه الوحدة الاولى. طبعا كل واحدة بيكون فيها ازا انت شايف او ما هتشوف درس واحد يعني الوحدة عبارة عن شوية كلمات وبعضين واسئلة عليها. بس موضوع ما شو يكون فيه اه لحبط. طيب. هنتكلم في الاول الاول باجعة بيننا هي types of buildings. types of buildings. الدرس ده درس مهم. درس هتلاقي فيه بعض المعنوات الزياد. هكذا نشوف الاول عشان في الكتاب مش واضح اوي منوضحها اكتر مع بعضين. اول حاجة لما يجي يحاول يوضح لي types of buildings. فانت عندك في الاول نوع اسمه تيرست هاوس. التيرست هاوس ده بيكون built in a row. بتلاقي المنازل كلها كده جنب بعضهم. ممكن تقول تيرست هاوسز ما فيش مشكلة. او تقول تيرست هاوس. بالشكل ده تلاقي منزل جنبه 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 ما فيش فاصل. المنازل كلها in a row. تكون كلها joined together. تكون كلها ملتحقة معا او ملتصقة معا. ده اول نوع. النوع التالي بنسميه block of flats. block of flats بيكون building with many flats. بيكون منزل او مبنى. وبهي عدة طوابق. بهي عدة طوابق. النوع التالت بنسميه semi detached house. ركز بها في semi detached ده. هو شبه متصل. او شبه منفصل. ليش هو منفصل. لان هو مش من جميع الاجزاء بيكون متصل بمنزل التاني. لا ده هو فيه جزء واحد. هتلاقي منزل جزء ده. المنزل الاول. والمنزل التاني. ومن ناحية واحدة بس بينهم مسكن في بعض. فده بنسميه semi detached. يبقى بيكون from one side. بيكون joined together from one side. من جانب واحد. ده بنسميه ايه? semi detached. يبقى من جانب واحد. join together. بنسميه ايه? بنسميه semi detached. لكن لو كانوا من call sides. من all sides. كله متصل بعضه. بنسميهم terrest houses. او terrest house. يبقى terrest houses بيكونوا كلهم متصلين بعض. لكن السم detached بتكون ايه? بتكون المنزلين جانب بعض من ناحية واحدة. من one side. لكن في عندنا منزل بقى ده لوحده كده. ده غالبان لوحده detached. ده منفصل به. ده stands by itself. يبقى انا كده في عندي تلات انواع منازل ممكن لاخبطوك. في terrest houses. بيكونوا joined together from all sides. يكون منضمين او متصلين بعض من كل الجوانب. في عندنا السم detached from one side. من جانب واحد. الجانب ده مثلا. ده همسك في اللي جنبه من ناحية اللي في النص اللي بينه. لكن detached house. لا. ده بيكون منفصل. مستقل. ده stands by itself. stands by itself. يعني بيكون لوحده. بيكون لوحده. طيب. وكده عارفنا خلاص. السم detached. مثال تانا عشان اوضح لك اكتر. السم detached. بتكون from one side. الجانب ده الجاب ده متصلين بعض هنا. سمي detached. لكن لما تيجي تقولي detached. لا. ده detached. ده الوحده. وده الوحده. ما فيش اي اتصال بينها. يبقى ازا لما يكون joined together from one side. ينسميهم semi detached. لكن ما يكون each house stands by itself. ده الوحده. وده الوحده. لا. يبقى ده detached. ده detached. حدش فيهم متصل بالاخر. بعد كده برضو من انواع المنازل لازم نعرفها. حاجة اسمها stealth house. stealth house. stealth house. stealth house معناها المنزل. لكن منزل قائم على اعمدة خشبية. يبقى stealth house بيكون house based on او built on wood. يكون الحاجات اللي شايلة الدعائم اللي فيه. عبارة عن ايه؟ عبارة عن وطا. ممكن بقيت لقيمة موجودة على الارض. لقيمة موجودة في المياه. في بعض ناس على فكرة بتبني النوع ده من منازل في المياه. ويكون on to وطا. ما فيش مشكلة. فالنوع ده من منازل. لما تلاقي الاعمال بتاعته خشبية كده. بتقول عليه stealth house. نوع برضو غريب من المنازل. بعد كده لقد كنا عارفينه ده الكوتج الكوخ. الكوتج او المنزل الريفي. بيكون building in the countryside. بيكون منزل بس منزل فين? في الريف. ده ما فيش مشكلة فيه بتلاقي بيت في الريف. اسمه كوتج. بعد كده في حاجة اسمها story building. قد بالك story s-t-o-r-e-y. قد بالك من حرف الايدة. عشان من غير الايدة تبقى قصة تبقى حوار تاني طبعا. يبقى story building. story building معناها مبنى متعدد طوابق. يعني ده بيكون building has a lot of flows. بيكون فيه ادوار كتير. يعني هو مبنى واحد. هو مش block of flats. هو مش عمارة سكانية. يعني هو مش بيكون فيه اكتر من من اسرة وكل اسرة الوحدة في بيت. لا لا. انا بتكلم عن بيت واحد بس البيت ده يكون فيه طوابق كتيرة. ده بنسميه story building. غير block of flats احنا قلناها في الاول. block of flats بتكون الكل اسرة لها الشقة الخاصة بيها. فده بنسميها ايه? الاعمار السكنية اللي بيها اكثر من اسرة. هنا بيكون في more than one family. لكن انا بتكلم عن هي one family هي اسرة واحدة. الحال الواضح ان هو ميسور يعني وعربية واتنين وكده. فبيعمل البيت بتاعه باكتر من دور. فبنسميه story building. بعد كده في عندنا حاجة مهمة اسمها الكاسل. كاسل زي انت عرفين يعني قلعة. وبالمرة بقى في عندنا اللي بيحيد بالقلعة. the thing which surrounds the castle is called a moat. يبقى الحاجة اللي بتحيد بالقلعة او which surrounds the castle is called a moat. تسمى خندق مائي. موت يعني خندق مائي. يبقى اذا احنا عندنا كاسل وكلنا عارفين شكل الكاسل طبعا. لكن اللي حواليها ده بنسمي ايه? بنسميه موت. يبقى the thing which surrounds the castle is called a moat. طيب. ومناسبة الكاسل كمان. الكاسل كان يعني لو موضوع فيه وورز وفيه حروب وكده. دايما كان بيكون للكاسل حاجة اسمها drawbridge. drawbridge. drawbridge ده ممكن تلاقيه مرة down ومرة up. ممكن تلاقيه مرة down ومرة up. لو كان down. لو كان آآ down فمعناه كده ان you can cross. يعني احنا لما ننزل او to lower the drawbridge. انت بتنزل الكبري ده لاسفل. معناه كده ان الناس هتقدر تعبر عادي. فيش مشكلة. يبقى ده كده drawbridge. والثالة بتاعته هتزاون. ده يعني ايه? ناس هتقدر تعدي. يبقى everyone can cross. لكن. مش ده ما اجا اقول لك ان the drawbridge is up. كده no one can cross. كده ما حدش يقدر يعدي. يبقى لما الناس اللي في القلعة يخلو drawbridge ده up لأعلى. خلاص كده هتعدي منين اساس. فيش كده مكان. لكن فوق لما ال drawbridge يكون down. ليش مشكلة? كده هنقدر نعديه. لكن هما عب بيكون طبعا ربطينه بشينز كده سلاسل. ويبدأ pull chains دي يسحبها. لغاية لما يرفع ده والخليل up. يبقى اذا ما يكون down everyone can cross. لما يكون up no one can cross. دولي تمام. عرفت كده types of houses. عرفت الحاجات تخص الكاسل. في ايه تاني. كان عندك في الدرس ده او في unit one. حاجة ما هم تخص الroofs. تخص الاسطح. الحاجات اللي تبقى. والمنزل دي. السطح احنا عارفين لشكلين. الشكل الاول يكون flat. يكون مسطح. وده عادة اللي بيكون موجود عندنا في الدول العربية. عادة. لكن في في الدول الاوروبية. في شكل تاني من الاسطح. عاجة اسمها patched roof. عاجة اسمها patched roof. بالتاني بيكون في سلاب كده. بيكون في ميل كده. فمع الفلات الموضوع مش آآ بيكون كله مسطح. وموضوع ده بيكون في الدول العربية. لكن في الاوروبين كونترز. غالبا هم بيقولوا عشان to avoid rains يعني او آآ تجنب المطر وغيره يعني عشان المطر مش يتجمع فوق زي الفلات roof. لكن مع البيتشد roof الموضوع بيكون اسهل في ان هو يتجنب الايه? avoid rain او المطر. ماشي? خد بالك بقى. في حاجة تالتة اسمها patched roof. حاجة اسمها ايه? patched roof. patched roof ده بيكون سقف برضه بس بيكون من القشف. ده نتشاف قدامك كده بيطلعوا فوق السطح نفسه ويبدأوا يحطوا عليه بعض من القشف. فبنسمي ايه? patched roof. بقى انا كده في عندي flat roof ده عارفينه. وعرفت النهاردة في patched roof بيكون الموضوع في slope female to avoid rain or water. وفي عندنا حاجة اسمها patched roof. ده طبعا ده بيكون للناس الممكن نقول core ناس الحالة اقر شوية. ممكن يستخدموا النوع ده من السقف او لمسلا temperature معين على حسب بقى هو بيستخدمولي. كمان بالاضافة الى المادة انا كده عرفت ان ممكن يكون فيه patched roof بيكون معامل من A من stroke او من ال ash. في بقى حاجة تانية اسمها tile roof. tile roof بيكون من مادة قوية اكتر من theched. لان مع tile الحاجة بتبازل البلاط كده. فالمادة اللي قدامك ديه تغير فوق المنزل ده بتكون مادة tile او باللغة العربية اسمها القرميد. ده بيكون مادة مادة صلبة. عن وتستحمل طبعا اه وتكون strongة بتكون اقوى. يبقى عندنا كده. اللي هو بتاع ال ash ده بيكون ضعيف شوية. لكن عندنا tile roof. tile roof لأ ده بيكون ايه? ده بيكون اقوى. قبلك انا بتكلم عن material عن المادة. اللي قبلها انا كنت بتتكلم لك عن الشكل مش اكتر. فالفلات مسطح. البتشت مايل. بالشكل ده. لكن انا هنا كانت بقى عن المادة المصنوعة منها السقف او الروف. ممكن تكون thatched. ممكن يكون thatched. ده بيكون اضعف شوية. لكن في عندك حاجة اسمها tile. ده بيكون strongة. ده بيكون اقوى من thatched roof. دولي جميل. انا كده عرفت النهاردة بعض الحاجات. عرفت كده types of houses. عرفت انواع المنازل. وعرفت اشتاكل بتاع الروف. وعرفت المaterial كان بتاع الروف. طب تعالى كده لما ناخد سؤالين على الفكرة دي. بعد ندخل على الفكرة اللي بعدها. فاول سؤال. يقول he lived in a house. ركز كده. ونشوف مين هيجاوب اسرع واحد. هنقول top three. اسرع تلاتة هيجاوب. اكتب في الشات. اكتب الرقم اللي جاء في الشات. he lived in a house. the neighboring house is attached to it from one side. يبقى ده كده detached house. semi-detached house. terrest house. footage house. safe. اسرع واحد. اسماعيل يفكر تاني. دينا. كده ادي اتنين. واسماعيل كاتر. دول التوب ثري جاوب اسرع ثلاثة. احسنت. باقي الناس تجاوب. اما يكون from one side. ما يكون متصل بمنزل. بس من one side. من one side. يبقى ده كده. مش وده كده سمي. من ناحية واحدة. يبقى ده كده ايه? شبه. شبه منفصل. يبقى ازا الاختيار بيكون ايه? الزبط كده. لولو مزبوط. مختمد. يبقى ازا الحل هو semi-detached. الاختيار بيه. لما يقول من one side. اعرف ان ده ايه? semi-detached. طيب الصور التاني. يقول هنا دي بيلت a house with a roof to avoid rain. to avoid rain. يبقى اعملو ايه? يعملو ايه? عملو ولا 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 عشان يتجنبوا المطر. يعملو ايه? دينا اسرع واحدة ملك كده التانية اسماعيل يفكر تاني. think again اسماعيل. ولولو محمد ايه top three. يبقى top three مزبوط يا safe. تمام. يبقى ازا دينا و ملك ولولو ومحمد. وسيف كده مزبوط اسماعيل كده مزبوط. احسنت. يبقى مش ينفع اقول thatch. احنا اونا thatch ده الايه ده الاش. تبقى مش هينفع. نعم منزل بالقش. عشان نتجنب المطر. لا بالعكس ده. المطر هينزل عادي وهاي عادي من الاش. طيب paper الورق لا يكيد لقى طبعا. اه pitched يكون ايه يا شباب? يكون في slope. يبقى ال pitch truth اللي هو بتلاقي دايما ان الدول الاوروبية بتعوني بالشكل ده. يبقى ازا الاختيار الايه? الاختيار الاول. طيب. بتاع كده النوع ايه او الجزء الاول عندنا في الوحدة الاول. طيب. في مشكلة كده ندخل على الجزء اللي بعده. ايش مشاكل? طيب. ندخل على الجزء اللي بعده. الجزء اللي بعده في يونت وان. الحاجات المهمة جدا 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 اسمها phrasal verbs. ويعني اصلا phrasal verb قبل ما يدخل على الموضوع ده. phrasal verb معناها الفعل الاستلاحي. والphrasal verb ده يكون verb plus proposition. يكون verb plus proposition. فعل زائد حرف جرب. فعل زائد حرف جرب. يعني مثلا انت عارف ان كيمة break لوحدها يكون معناها يكسر او when we say break down. تقول لي لا. this is another thing. دي حاجة ثانية خلص. break down معناها تقول stop working. او lose control. او fail. يبقى break down ممكن تستخدم. ده معنى stop working. مسلا تكلم عن اوتوبيس مسلا. وانا عاوز اقول ان الاوتوبيس ده تعطل في الطريق الى كذا. مسلا. بالفعل دي لو احنا عاوزين نصيغي الجملة. هنقول ايه? هنقول. the bus broke down on our way to came. مسلا. كده انت قلت ايه? كده انت قلت اللي الاوتوبيس بتاعنا تعطل في طريقنا القاهرة. يبقى broke down هنا مش معناها ينكسر. لا. معناها stop working. وذنفع برضو to lose control. وانيجي يتكلم مسلا عن شخص معين يكون بيتكلم وفجأة بينهار عاطفية بينهار نفسيا. في الحالة دي ممكن اقول لك ان عمر broke down when he was told that his friend had an accident مثلا. هذا بتكلم عن ايه? عن واحد انهار لما عارف ان صديقه وعمل فتس. يبقى اذا break down تنفع بمعنى stop working وتنفع بمعنى lose control. كمان تنفع مع systems مع الانظمة. يعني ممكن اقول لك مثلا ان اه اه ده program او this program broke down yesterday مثلا. معناها ان النظام ده فشل. يعني النظام ده فشل. يعني برضو توقف على العمر. يعني ايه زن او فيه عندك برنامج معين. عندك system معين نظام معين. system ده باز مع الشغال. فانت ممكن تقول in this system. يما failed. يما broke down. فان ممكن استخدم broke down بايه? تلات طرق. ماشي. ادي موضوع broke down. التانية هي break in او break into. معنى ايه? to enter a place by force. تقتحم منزل بالقوة او تدخل المكان بالقوة. ده معنى break in او into. يعني مثلا. لو انت عاوس تقول ان اللس اقتحم المنزل بالامس. فانت هتقول ايه? هتقول the thief broke. تركز جهنها يبقى بها يكون فيها سئلة على الجوزة ده كان شوي. the thief broke in او into. لتننصح. the house last night. معنى ايه? معنى ايه? معنى اللس اقتحم المنزل الليلة الماضي. يبقى broke into. to enter a place by force. ده معنى break in او انتو تلاتة صحة. او اتنين صحة. بعد كده break in. خد بالك بقى من هن. break in ممكن تظهر بمشهد تاني. ممكن تظهر بطريقة تاني. ممكن يكون معنى to interrupt someone while they are talking. ممكن معنى يكون يقاطع شخص اثناء الحديث. يعني مثلا اجي اعمل لك مثال. وقول لك. علا. broke in saying that she is leaving. هنا هي قاطعة الكلام قائلة انها مغادرة. يبقى كمية break in تنفع بمعنى ايه? بتنفع بمعنى ان شخص يقاطع الكلام فجأة. انت بتتكلم وتتكلم في اجتماع مثلا في ميتينج. فتلاقي فجأة someone broke in. طب يقول ايبقى شوفه ويقوله كيف بقومش. يبقى ايزا broke in تنفع بمعنى يقاطع الكلام. يقاطع شخص to interrupt someone while they are speaking. او talking. بعد كده break off. break off معناها to separate a piece of كذا على حسب ممكن تفصل قطعة مثلا تكون بتاكل chocolate شوكولاتة وتقطع حتى كده. فما تكسر حتى كده وتقطعها تنفع تقول عليها to break off. او تنفع بمعنى end an agreement. تنهي broke off a piece of chocolate to give it to me. دي طريقة. او ممكن اقول ان شخص ده ended this agreement. فانا ممكن اقول مسالة ان the company شركة broke off the deal. شركة انهي تهزر اتفاق. يبقى ايزا ممكن استخدام break off بمعنى to separate something or a piece of something. او to end an agreement. انها تنهي اتفاق. بعد كده عندنا المشهورة طبعا. break out. break out معناها to start suddenly. especially تحديدا او خصوصا ان يتكلم عن fires او نتكلم عن ال woes. الحروب. يبقى حروق او الحرائق او الحروب. نستخدم معها break out بس الموضوع يكون suddenly يكون فجأة. مسلا اما تيجي عن المثال تقول the fire broke out he last night and we were scared. فانت كده قلت لي ان ال fire دي broke out وتقصد بbroke out هنا ان هي started suddenly. ان هي بدأت ايه? فجأة. ليلة الماضي. واحنا كنا scared. كنا مزعورين او كنا مرعوبين. يبقى ادي المعنى بتاع وتنفع مع ال woe برضو مع الحرب. ممكن اقول لك this woe broke out because of the fight between the two countries. فتقولي الحرب بدأت الخناءة اللي كانت بين الدولتين and so on. ادي معنى broke out. بعد كده break up. امثلة في the present. براحتك في the present بس في the present ممكن تلاقي بعض الامثلة مش تنفع عشان الفعل نفسه مش بيستحمل. يعني مثلا كويس سؤالك جميل جدا سؤالك. من ضمن الحاجات اللي مش بنقدر نستخدم فيها ازمنة ال present خصوصة لازمنها continuous او المستمرة. ال verb break down ده مثلا. break down من الافعال سواء كان يتعطل او ينهار او يفشل. الثلاث معاني دول اللي هي stop working او lose control او fail مش بياخد وقت. فمش بقدر احطوهم في ازمنة المدارة. يعني ما هنفعش تقول ان the bus is breaking down. ما هنفعش. انت هتقول الاوتوبيس تعطن. فيش حاجة اسمها الاوتوبيس كان بيتعطل ولا الاوتوبيس بيتعطر. يعني في الحالتين ما هنفعش تقول was breaking down. ما هنفعش تقول لي is breaking down. فيها فعال ما هنفعش. ضمنها break down. لكن ال verb break in او into ممكن. فيش مشكلة كان بيقرح اثناء ما حصل كزا. ممكن. ففيها فعال هتنفع وفا ما تنفعش. فمن ضمن اللي مش هنفع. break down يا تعطط. دي ما فيش مشكلة. دي آآ المقاطعة. بتحصل آآ بفوقت قليل. فمش هتنفع تستخدم معها present continuous او past continuous. فانا مش عاوز دخلك في جزئية ايه? جزئية الزمن. لان هو مش في الدرس ده مش بتكلم فيها عن الزمن. احنا هنحتاجهم بعدين ان شاء الله. لما نقول لك ان في افعال معينة. can't be used with progressive senses. دي يمكن استخدام ما عايز منه مستمر. فانا بتستخدم كله في الماضي عشان مش هلخبطك معين. عاوز بس اعرفك معنى. بعدها بقى هندرس الزمن بتاعه وينفع يستخدم ما لقى حور تاني كبير كده. تمام يا عمر. طيب. زي ما قلنا آآ breakout برضو من الحاجات اللي suddenly فمش هتحطها فازمنا مستمرة. مش هنفع تقول ان الحرب آآ بتندلع الآن. لا الحرب بندلع. خلاص. حرب بتندلع. للموضوع بيحدث اجاة. بيحدث بسرعة. آآ break up معنى to stop going to school to have a holiday. او to end a friendship او a marriage. يبقى break up لا معنى. المعنى التاني اللي احنا بنسمعه اكتر. المعنى التاني ده. بنسمعه كتير دايما حد يقولك ان الشخص الاول والشخص التاني broke up. يعني ايه? يعني خلاص انه او انفصلوا انه الخطوبة اللي بينهم او الزواج. لكن المعنى الاول مش بيظهر كتير. بيكون معناها يتوقف عن زر المدرسة. ليه? عشان ياخد اجازة دي مش بيهرب المدرسة. دي مش بيهرب المدرسة. دي مش بيهرب مدرسة. مش بيهرب عصور. لا. دي معناها ان الشخص ده هيتوقف عشان وقت الاجازة جه. عشان ياخد اجازة الصيف مسلا. فاذا ما نيجي معلها المثال بنقول لك ايه? نقول لك مسلا. he broke up اه تو او فو the summer holiday. دي بيكون معناها مش نفصل. لا معناها he stopped going to school. هو اتوقف عن زر المدرسة ليه? عشان اجازة الصيف. يبقى broke up. او المعنى ليها stop going to school to have a holiday. المعنى الثاني to end a marriage. او فرانش بس يكون مع مارج اكتر. اللي هو ينهي العلاقة او الانجيجمنت او الخطوبة. يعني اولف مثلا they argued ام تناقشوا او حصل بينهم يعني بعد النقاش. and they this this leads leads او lead to breaking up ممكن نخليها اوجد intensely مساشة. يبقى موضوع بيكون ايه موضوع فيه خناءة شديدة. هم تناقشوا بحدة. تلافوا بقى مع بعض خلاص. وده ادى الى الايه? الى breaking up. ده الوحد وده الوحد. وهم انفصلوا عن بعض. بعد كده bring خلاصنا break. يبقى اخد بالك حتى الان انت كده خلصت ايه? break. يبقى break. انه رجعها مع بعض بسرعة تاني كده. قلنا اول حاجة break down معناها stop working. هي اشهر روحت فيهم stop working. وهتوقف عن العمل. خلاص. يبقى stop working. بيكون معناها ايه? معناها? تمام. معناها ايه? معناها توقف عن العمل او يتعطى. تاني حاجة break in او into to enter place by force. يقتحم مكان بالقوة. اللي بعده break in معناها to interrupt. ده المعنى الاضافي لbreak in. break off معناها to separate a piece of كزا. او to end an agreement. او ينهي اتفاق بين شركتين مساء. بعدها break out معناها to start suddenly. الفاجة دي تبدأ فاجة ودي خاصة. خاصة اكتر زي ما قلتلك. بالfires. بالحرائق. او الوز. او الحروب. دي تخص اكتر concerning the fires or the wars. بعدها break up. stop going to school. ادي واحدة عشان يكون فيه holiday. اجازة. او to end a friendship or a marriage. تعالوا بنا ندخل على bring. كده احنا خلصنا. bring. الوحدها معناها to fetch. اللي هو يجلب الشيء او يحضر الشيء. لكن bring up معناها raise. معناها يربي. bring up معناها to raise. ان يربي. يعني اسم في مثال اقول او يو should bring up you children well. يعني بغي ان تربي اولادك بطريقة جيدة. يبقى ازا bring up هنا. معناها ايه? معناها raise. معناها يربي. على فكرة raise. كانت تنفع بمعنى raise your hand. يرفع عيدك. تنفع بمعنى يرفع بارك. بعدها عندك حاجة تانية اسمها bring out. bring out. bring out. لو فكرت فعا شوية كده يكون معناها ان انت كانت بتصدر للحاجة. bring out للخارج يعني. فبيكون معناها to produce. معناها انت تنتج هذا الشيء. تنتج او ينتج شيء ما. يعني في مثال اقول مثلا we should bring out more products to be able to compete the other countries. يعجب ان ننتج مزيد من البضاع لكي نكون قادر على منافسة الدول الاخرى. يبقى bring out. ممكن نشيلها عادي جدا. وتحط مكانها produce. we should produce more products. نفس الكلام. بعد كده bring back. bring back. فكر كده فيها. bring يعني يحضر او يجلب. وباك معناها للوراء. اه معناها حاجة تخص الزكرة يعني. فbring back معناها ان انت make something او someone recall memories. بتخلي واحد يستعيد الزكريات بتاعته. بتخلي واحد يفتكر حاجة كان نسيها مثلا. فانا ممكن اقولك مثلا. in this this phil has a phil brought back happy times for me when i was young. فانت بتقول لي ان الفيلم ده اعاد الي زكريات الاوقات السعيدة. يبقى فكرني بالاوقات السعيدة. من اجلي عندما كنت صغيرا. يبقى bring back. معناها to make someone recall memories. يهو يستعيد الزكريات او يعيد لشخص ما الزكريات. بعد كده دي مش موجود عندك في الكتاب بس ما جاتش عليها. تكده خلت bring يعني افضل bring about. bring about معناها cause. معناها يسبب. يسبب. اذا في كفار. يبقى bring about معناها يسبب بس كفار. يسبب كفار. يعني اقول مثلا. this a fight brought about many problems all the two teams. الخناءة سبب بتكسر المشاكل للفريقين. يبقى اذا brought about. الماضي من bring about. بمعنى يب معنى caused. فنمكن all this fight caused many problems for the two teams. ببساطة. يبقى ذي كده عرفنا حاجات تخص break. وعرفنا حاجات تخص bring. راجع تاني على bring معي. قلنا اول خاجة bring up mean to raise to ربي او يربي. bring out to produce ينتج. بعدها bring back to make someone recall memories. بعدها bring about to cause. قلنا ندي حتة الزيادة. طيب. تعال كده. لما نشوف بعض الاسئلة. على اللي احنا قلنا ده. يعني حاول كده ان انت استعيد اللي احنا قلناه. وتخمل. شيء ايه. while she was speaking to us last night. كثيرا broke into. ولا broke down. ولا broke up. ولا broke out. ركز بها في الاسئلة. هي ايه. while she was speaking to us last night. broke into. broke down. broke up. ولا broke out. طبعا عام انت مركز مع الاربعة طويلة الاربعة غلط. في واحدة لها معنى تاني غير المعنى الاول اللي انت عارفه. ركز ركز عشان في واحدة رخمة شوية هنا. كلام معنين. مين جاوب صح. دينا لا يقطع حملاء يا دينا. روك انتو لا. اول واحدة ملك. احسنتين. ملك جاوب صح. ودينة كده جاوب صح. عمر لا. تندلع للحرائق. لا يا عمر. ملك ودينة بس اللي جاوب صح. لو لو محمد سالم لا. تندلع للحرائق او الحروب. start suddenly. start suddenly للحرائق. للfires. وهي الورس. هنا فيش ولا في ولا حروب ولا حرائق في الجملة دي. مزبوط كده صح. دوله سالم ومحمد سالم. ثلاثة بس اللي جابه سؤال ده صح. طيب بالفعل اذا انت قلتوا بروك داون. طب ليه? لو رجعت بيقول كده تاني الكيمة بروك داون او كيمة آآ بريك داون. المعنى الاول بمعنى ايه? stop working. ادي واحد. انا توقف نعمل خاصة بالايه? بالمينزوف ترانسبوط. خاصة بصال المواصلات. اكيد غلط المعنى ده. آآ لوز كونترول. ايوة احنا انا اقصوا بها شخص بينهار. اثناء الحديث. سمع خبر سيء فانهار. مش نقصوا بها الانظمة. انا اقصوا بها ايه? اقصوا بها الاشخاص. ينفع استخدم كيمة بريك داون مع الاشخاص بمعنى تولوز كونترول. يفقد السيطرة. يفقد السيطرة. فبالتالي الحل اللي عندنا هيكون هو الاختيار التاني زي ما الكتير من النوكو جوا. بايب انزع استخدم بعضه. هاي بروت ايه? his son on good manners. وعندك اربعة اختيارات. بروت اب. بروت اوت. بروت باك. بروت اباوت. شوف انت عاوز شوف ال general meaning هيكون ايه? وبناء عليه استخدم بقى خم من حرف الجارج. يا ترى دي ايه على الاخلاق الجيدة. ما عناوز يعني الاخلاق او الاخلاقيات. مزبوط دينا. مزبوط عمر. احنا قلنا افتكري ايه? افتكري يا لولو. افتكري يا محمد سالم. اوت برينج اوت. افتكر اشارتي كده. اوت يعني احنا في الدولت مثلا. وهنعمل اوت للحاجة. لا ابرينج اوت الحاجة هننتجها. اكيد مش هيدي. سيف باك. برينج باك. يعد الزكريات. مك سامون ريكول مموريز. ركز يا سيف. كوز يا ملك. برينج اباوت يعني كوز يعني يسبب. الزكرة في زمة الله. الزكرة في زمة الله. افكرك ببرينج اب تاني. برينج اب كان لذيذة جدا. مالهاش غير معنى واحد يربي برينج اب. مالهاش غير معنى واحد يربي. اقول لواحد. معنى ايه؟ معنى ايه؟ معنى كوز. لك يتفقنا. برينج اوت ينتج. تمام؟ وقلنا. برينج باك. برينج باك. توميك سامون ريكول مموريز. يخالي شخص يفتكر ذكرات معينة. لا. برينج اباوت. كوز يسبب. تب انت في الجملة هنا جايب لي ايه؟ انا جايب لك هو ايه؟ ابنه على الاخلاقات الجيدة. ينتج. لأ. برينج اوت. لأ. برينج باك. مموريز. لأ. برينج اباوت. كوز. اكيد بردو لأ. صح هو. برينج اب. توريز. ان يربي. بالظبط كده. سيف. ودول. جميل. سؤال بعده. بيقول هنا. برينج باك. واضحة دي. واضحة. فترى بروت اون. ولا باك. ولا فوض. ولا اباوت. اعتقدش حدا يغلط فيها دي. بالظبط كده. سيف. وملك. وملك. في اتنين ملك. ميش. لولو. مفهمة سالم. مزبوط. لأ البقى يجاوب. عاوزين كله يجاوب. كل الموجودين يجاوب. توقع. وعمر. توقع مش جاوب من اول خالص. طيح يبقى سؤال بسيط. برينج ايه. باك. طينا فيها مموريز يبقى يرجع للايه. فكرني بالذكريات يعني. ماشي. البعد عقول. نعمل اوقع. إيه. لاصنعيه. وعاوزنا كايرو. اعتقد شهر برضو. يتاع اوقع. روك إن. روك أب. روك دعون. روك الف. أسرع واحدة دينا. مظبوط يا دينا. مالك اسلام مظبوط. لولو روكوف ينهي اتفاق? لا. فكري تاني. سيف صح. بتاعت الوسائل المواصلات يا لولو. وسائل المواصلات يتعطل. توقف عن العمل. الحاجات دي فتكري. عمر مظبوط. احسنت. توقع احسنتي. نخمت سالم لولو احسنت ومظبوط. يبقى ازا الحل هو سيم. خاصة بي اه اه مواصلات يجيب لك عربية يجيب لك بس اه حاجات دي كلها ولكن دي تعطرت في كزا يبقى استخدم اه بريك مع داون بمعنى توقف عن العمل. سؤال بعدو. بيقول دا. ايه دا في حد يجاب بسرعة كده? مين دا? سيف ما شاء الله عليه. في ثانية جاب بسرعة. مظبوط. وعمر مظبوط. توقع مظبوط ايه الحلاوة دي? في توب ثري جابوا السؤال بسرعة جدا. دينا مظبوط. لو لو مظبوط. واضح ان السؤال سهل. ما لك مصطفى مظبوط. اوكي. كلنا جاوبنا صح. واضح ان السؤال دا سهل. ماشي. يبقى break into. يقتحم يبقى لس. اقتحم المنزل. وسرق الفلوس. ماشي. السؤال سيف. والدن. مالك مصطفى. والدن. توقع. والدن. لو لو. think again. في تكري يدول. في تكري. broke down. يتعط. broke into. يقتحم. broke up. تنفصل او ينفصل ناس عن بعضهم. لكن ينهي اتفاق. ينهي اتفاق. اسمها ايه? break off. يبقى to end an agreement. اسمها break off. break off. طيب سؤال بعد. there were fights between the two countries and the war. دا سؤال سهل دا هات قوى بسرعة قيد دا دا. سيف. والدن. دينا. والدن يا دينا. توقع. والدن. مالك مصطفى. والدن. هاد شغلت في السؤال دا خالص? هاد شغلت في السؤال دا خالص? ماشي. يبقى to start suddenly. الفرب تبدأ. تبدأ. انا break out. break out. تندلع. خاصة بالو. بالحرب. او خاصة بالفاية. بالحريق. السؤال اللي بعده. يقول. after 10 years of marriage. the couple. ايه يا ترى. broke into. broke up. broke out. broke off. save. جاوب كالعادة. انا سكنت. في ثانية. مضبوط. save. مضبوط. مالك مصطفى والدن. دينا والدن. توقا والدن. مالك اسلام والدن. لولو. مفامد والدن. عمر والدن. ايه الحروة دي. حلو جدا. طيب. واضح كده ختمها. او ختمها. واضح كده ان كلنا. علينا السؤال الاخير صح. يبقى. ينفصل. to end a friendship. او engagement. او marriage. احنا ننهي. الزواج او الخطوبة. فبنسميها break up. break up. معناها ينهي الزواج او الخطوبة. طيب. كده يبقى احنا النهاردة. خدنا. جوز يخص ال houses. يخص المنازل. والجوز التاني يخص ال phrasal verbs. من دين برضه. حاجات هما جدا. في الوحدة. حاجة اسمها ال idioms. وال idioms دي لسه بقى ان شاء الله. في الحصة الجاء. ولما نبدأ. ان شاء الله بقى في المنهج. نشوف. لو خدنا حصة كمان. الاسواده. واللي بعده. هندخل على ال idioms. حاجات لذيذة برضه جدا. ناخد عليها. امثلة واسئلة ان شاء الله. بس دي مش النهاردة. دلوقتي حالا. هيوصل لك على الجروب. قوز. على الجزء اللي احنا شرحنا ده. جزء. ال phrasal verbs. الحاجات تخص break. تخص bring. وتخص types of houses. والروف. هيوصل لك. قوز. يخص الجزء ده. على الجروب. وهنقف عند الجزء ده. يا شباب. ايضا 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 ايضا. ايضا 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 ا